السلام عليكم يا ربي جماعة تكونوا بألف خير في فيديو النهاردة انسوا اي وصفة كروسون جربتوها قبل كده لان في الفيديو ده هتعملوا انجحوا اكوا كروسون من ساعة ما عملتوا كل يوم بطلبوه من اللي انا عملو في الفيديو ده بتون زبدة مرجرين او اي زبدة بتكون ضره هنعملو هتطلع معنا بالنتيجة وبالجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بمكونات عندي في البيت هقدر اللي انا عملو زي ما انتوا شايفين الشكل عامل قدامكم ازاي بروفيشنال جدا بمكونات عندي في البيت والنتيجة زي ما انتوا شايفين باسم الله ما شاء الله قدامكم طالع عاملة ازاي توريء من الداخل ومن الخارج وهنشوف من الداخل عامل ازاي بإذن الله الوصفة هتعجبكم جدا ومش هتاخد منكم اعداد طويل لان يعني ملحظاتها ما بتكونش تعب بس يعني بتحتاج شوية دقة فهنعرف كل التفاصيل بإذن الله مع بعض في الفيديو ياريت بقى يا جماعة كل اللي لست عديد ينزل يعمل اشتراك وتفعلك جرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومش هتاخد منسوش تسيبولي التعليق عشان تعليقكم بتفرحني جدا محدش يا جماعة يمس يسيب الاعجاب للفيديو والتعليق عشان الفيديو يشاف ويلا ندخل ونشوف الطريقة والمقدير مع بعض يلا نبدأ في البداية معايا 10 جرام خميرة جفة ماء وعادل 2 معلقة صغيرة نص كالو دقيق عبارة عن 3 كوب مغبوزات وكوب الرابع جماعة الأغراض 4 مكعبات زبدة اختيارة ممكن نستغنى عنهم معلقة كبيرة لبن بودرة 2 معلقة صغيرة ملح 4 كوبات سكر 250 جرام ماء بارد تمام ما يعادل كوب وربع باخد المكونات كده مع بعض بلس نقبع عجانهم مع بعض كويس جدا لحد ما العجان هتلمي معايا وبكملها خدمة بإيدي تمام لو مش متاح استنتمكسر ممكن عجانها عادي بالإيد في تكنيك تاني بيكون للكوروصون بس بيكون صعب شوية فأنا محبتش عامله معاكم بنعجن كل المكونات مع بعض وفي الآخر يعني بنضيف زبدة وحاجات معينة عجنتها لحد ما بقت عجنة نعمة معايا غطيها ببلاستيك راب واسبها تريح في درجة حرارة الغرفة ربع ساعة في التلاجة من بلال الصبح أو ساعة ونص كحد أدنى معايا كده بعد كده 250 جرام زبدة أنا مستخدم لورباك برضه عشان الناس اللي بتقولو كل حاجات دي ما ينفعش تعمل فيها زبدة طبيعي فزي ما انتوا شوفين قدامكم أنا مستخدم لورباك عادي وممكن أي نوع مفيش أي مشكلة عشان نتفادأ أي مارجيرين وأي زبدة بتكون ضرة معانا تمام لأن بصراحة الزبدة اللي هي بتكون طبيعي زي لورباك والحاجات دي بتبقى بصراحة صعبة في الشغل شوية فهو إلي حد ما يعني انتوا ما شاء الله شايفين الشغلة طالع عامل إزاي حطت كده الزبدة في ورقة زبدة واتنطرفها وفرتها كده وبتكون بردة معايا وبسيبها في التلاجة هي رخرة لتاني يوم تمام ده العجين بعد تاني يوم تمام بخرج الزبدة قبل ما أفرد بعشر دقايق تمام وبعد كده بفرد العجين ده في حجم مربع الزبدة وبحط الزبدة كده في النص وببدأ أقفل كده الأجنب على بعضها زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده وببدأ أمدد العجينة ورشد ديه ما نسهاش واسحب من نص الفوق من نص التحت زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي قدامكم ده بصمك يعني 5 ملي 8 ملي كده أو بطول 55-60 سمتي باتن ربع العجينة والتلات تربع وباتنهم على بعض واتأكد اللي أنا مسح أي ديه زيادة معايا تمام وبسيبها في التلاجة بغطها ببلاستيك راب تريح نص ساعة تمام بعد نص ساعة أبدأ أفردها للفردة التانية اللي هي بتكون مفردة برشد ديه من فوق ومن تحت تمام وأبدأ أمدد العجينة وأفردها برضو بطول 55-60 سمتي بفرد من نص الفوق ومن نص لتحت زي ما انتو شايفين يا جماعة قدامكم كده وتأكد اللي أنا مسح أي ديه زيادة كنت شلت حتها من الطرف اللي تحت وبعمل كده تشكب بخاخة مية دي بتبقى اسمها فردة فردية أغطى عليها وسبعة نص ساعة عشان نفردها للفردة الأخيرة برضو في التلاجة أغطى عليها وسبعة نص ساعة في التلاجة عشان نفردها للفردة الأخيرة برشد ديه من فوق ومن تحت تمام وأبدأ أمدد العجينة وأفرد شوية بالطول وشوية بالعرض أنا مش بدي تفاصيل معاكو كتيرة عشان تبقوا شايفين إن الموضوع سهل معاكو طول ما العجين برد ما تقلقش إن الزبدة هتخرج منك واشتغل بسرعة برضو ما تبقش بطيعة تمام يعني كنت شغال من غير مروحة أو تكيف وزي ما نشوفين النتائج طالع عاملة ازاي خمسين عرضة خمسين في طول تلاتين خمسة وتلاتين زي ما تيجي معاكو بعد كده بشل الطروف زي ما انت شايفين قدامكم كده إن شاء الله الزبدة متساوية مع العجين ببدأ أقطع كده عشر سنتي أو تسع سنتي وأصحب مسلس طالع ومسلس نازل وأنا لما بشل حتة ملعجين يا جماعة عشان يبقى الشكل شيك معايا وبروفيشن وممكن أقسمها كده شراحته ليه وأقسم كل شريحة على اتنين بشكل مسلسة أو مسلس طالع ومسلس نازل وبرصهم كده على بعض واستخدموا السكين حد يا جماعة تفرق معاكم لو انتو بتقطعوه الشريح هتقسمها بالمنتصف كده هبدأ كده أمدد العجين شوية بالشكل ده والطرف الفق بأصحابه لبره ممكن أدله فردة كده بالمردانة تمام لقعدة المسلس وأبدأ ألف ياخد معايا شكل الكراسة وأتأكد يا جماعة زي ما بأكد أمسح أي ديز ديادة بفرشة بفرشة ولو عندي بخاخت ميا بخه قبل ما ما في أي خطوة قبل ما اشتغل في أي خطوة وما بشدش قوي إن شاء الله توحفق قدامكم فها كذا وهام حاجة القفلة تكون تحت يا جماعة أخلي بالم الحتة دي عشان ما ما يفتحش معايا في الفرن بس هل عليكم الموضوع شرحي مش فيه كلام كتير أو حشو كتير بس شوية ملاحظات بسيطة عشان ما طلع الشغل ده بحطه كده على مفرش خبزة في السجن بتاعته وبعد تفوتها لحد ما يخمر فسا في بعض معايا ساعة ساعة ونص ساعتين المهم ما ينشوف شكله ببقى أعمل ازاي بعد ما يخمر بس بقدله بخط ميا كده عشان ما يسوقش معايا من عوامل الرطوبة وابدأ لما يخمر يشق معايا ويقطع ما شاء الله قدامكم هوا حجمه الضعف معايا بعد كده سفار بيضة بشوية لبن برشة ملح بفاناليا بنقطة عصر كده عشان تدوله الطبقة الفليكة أو الكرسب اللي برا ده يرجط على فرن سبيت تسخن وسبقا درجة حرارة مية خمسة وسبعين لمية وتمانين مقاوية بقعد معايا من 18 لعشرين دقيقة ممكن كمان يجيب التلاتة وعشرين المهما ضغط على من فوق قال لي ايه شادد مش ايدي بتدخل لجوه فكده يبقى تمام جاهز انه يخرج من الفرن وما فتحش على باب الفرن اطلاقا عشان يا جماعة ما يهبطش معايا كأنك بتتعاملي معاكيك الطمينة على تكون فتحة بس لام بتلبطه جاهز كروسون الصح لما بنجي نفتحه بيكون عامل خلية أو طبقات منفصلة كده ممكن تحشو كان معايا سبريت جيمنا شيدر مع جيمنا شيدر شرايح مع سلامي مع بيف ومشاء الله تحفق قدامكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم السلام عليكم